دكتور أثير هل ترى أو تعتقد أو تشارك من يعتقد أنه الآن فوز الإطار التنسيقي بهذه الأغلبية الساحقة سبع محافظات مضمونة ممكن أن تلتحق بها ثلاثة أخرى ديمقراطيا هل هذا الفوز الساحق يشكل قلقا أو يجب أن يشكل قلقا أم يمكن أن ينظر إليه أنه هناك قوى سياسية بدأت تكسب قاعدة جماهيرية وشعبية كبيرة وعليها قبول كبير أستاذ نجم وإذا أكو جهة لازم تقلق من هاي النتائج فهي الإطار يعني لو كان أكو منطق وتبكير منطق عند الإطارين لازم يقلقون من هاي النتائج سبع يعني شنو الإطار في محافظة مثل نجم محصل لي أربعين ألف سوات شو بالله دسفن اللي بالله شو دسفن بالله أنت في بغداد اللي بيها تسع ملايين ونص كل قوى الإطار المجتمع اللي صالها اثنين وعشرين سنة ممسكة بالسلطة وعساء وزراء سابقين وقيادات ومعرف شنو كلهم يا الله جاي بيهم أربعمية وعشرين فسوات يعني أقل من خمسة بالمئة من سكان بغداد يعني أنا اليوم لو أفكر بشكل منطقي أقول هاي النتائج تعبير عن دعم شعبي لو هاي النتائج إجاد تحصيل حاصل لقانون انتخابي مفصل تفصيل على قوى السلطة في عدم وجود منافسة حقيقة يعني الإطار من النافس نبني نافسة دولة القانون القانون نافسة وقوى الدولة يعني وين المنافسة الحقيقية والمنطقية اللي صارت وين القانون العادل اللي أشارت للمرجعية في خطبها شوف المرجعية اشقالت في خطبتها الشهيرة حول قانون الانتخابي قالت نحتاج قانون انتخابي عادل يدفع الناس للمشاركة ويسمح بتغيير قوى السلطة الممسكة بزمام هذه السلطة منذ سنوات طويلة بشكل سلمي هذا ما تحقق أبدا ما تحقق جابوا سانت ليغو فصلوا على نفسهم خلوا واحد بوين سبعة وقالوا احنا رح ندخل انتخابات ونحتكم النتاج العملية الديمقراطية حقيقة يعني يراد واحد أجلكم الله أحمى حتى يقبل بهذه النتاج شنو مدينة مثل كربل محصل لك به ثلاثين الفصول يعني انت اليوم من تصفنوا يا نفسك لمجرد طلعت بهذه النتائج وقلت أنا الفائز الأول معناها انه انت بديت تحظى بشعبية وعيونك صدام حسين اللي صار لثلاثين سنة ميل اكو على الأقل فهذا عشر بالمئة من الشعب العراقي ما زال يعتقدون به شخصية ممكن تحكم خب ما يصير هاي شي هاي الفئات اللي مرتبطة بالسلطة يعني انت ذا تحسب اعداد المرتبطين بالسلطة الموظفين اللي يعينوهم عوائلهم الحرس وعوائلهم راح يجيبوا لك هاي الأرقام الدعم الشعبي الباقي وين هاي الانتخابات بي خمسطعش بالمئة من الناس من السكان شاركوا بالتصويت الخمسة واثمانين بالمئة البقية دولة شون تتنعملوا يعني يعني الان ما عرف يقول لك هو الان انت الذي تدعوه انه اكتر واحد يجب ان يراجع نفسه وان يخجل من هذه النتائج هو بالمحصلة بثلاثين ما اخذ السلطة ابخمسين ما اخذ السلطة ابعشرين ما اخذ السلطة والقانون لا يحاسبه هو المهم الغاية قد تحققت بالنسبة له كحزم يعني وين اتخذ القوة مركب من عدة عناصر ما يصير تقول ان يقوى في الميدان وانت دعمك الشعب ضعيف متهالك ما يصير تقول ان يقوى في الميدان وانت ادواتك مقانونية مديمقراطية الانتخابات 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 عالية من الانتخابات الانتخابات معيار ضروري جدا لاستمرار الدعم الشعبي للنظام السياسي القائم